واحد كما واحد مليون شخص في النمسا يعانون من فقر الغذاء دي برضو تقارير يمكن بتطلع بس دي أكيد يعني إلى حد ما دي حاجات حقيقية لأن في مناطق اللي هي بتبقى مسؤولة مناطق اللي بتبقى مسؤولة عن الخدمات أو تحسين الحالة الاجتماعية لبعض الأشخاص بيبقى فعلا فيه تكدس دول بعض الأسواق اللي بتقدم حاجات فيه زي المتاجر الكاريتاس والكذا المتاجر التابع للكاريتاس فيه الموضوع ده فيه ازدياد رهيب جدا وده اندلفة بيدول على أن هناك حالة فقر في موضوع الغذاء مع ارتفاع الأسعار معالجة الموضوع ده من وجهة نظرك مثل ما تفضلت يا أستاذ يعني بدلا ما يعدوا يشتروا بأرقام اللاجئين وكذا اتفضلوا شوفوا هذا مستوى الفقر يعني أرقام مخجلة بصراحة يعني هذا الرقم أنا ما فيني أوصفه بأقل من مخجل ومحرج للنمسا وغيرها يعني مليون واحد ديش واحد فاصل واحد مليون مليون ومئة ألف واحد فاصل واحد مليون يعني يعني هذا الرقم تقريبا بيمثل خمسة عشر بالمية إلى حد المال باعتبار عدد سكان النمسا تسع مليون وشيء تقريبا لا تخطين التسع مليون يعني يعني فيه عندنا فوق العشرة بالمية بعانوا من فقر الغذاء طب ليش يا سيد يا سادة هاي الأمور التي تحتاج إلى معالجة وين حزب الاس بي او وين المعارضة الحقيقية وين المشاريع الحقيقية لعادة هذه الأرقام إلى نصابة يعني إذا كانت هذه الأرقام سابقا تقريبا ما دون النصف مليون اليوم مليون ونصف طبعا خلال السنتين الفائتتين من خلال الحرب العبثية في أوكرانيا وغلاء الغاز وغلاء المواد الأولية والغذاء والحبوب التي كانت تستورد من أوكرانيا هذا الذي يا سيد الكريم ساهم في التضخم في رفع الأسعار الفارغة يعني رفعوا الأجور ورفعوا الأسعار وفعليها ما في نسبة وتناسب لا بالتالي اللي بدأ يشتغل اليوم سياسي حقيقي بدأ يكون وقاف عند هذه النقاط لا أنا الملفت نظر في الموضوع أني لستطلاع الرأي اللي عملوه بين ألفين شخص الأعمار بتبدأ من 16 سنة يعني ده ما كانش بيقول هم حاجة نعم وأغلبهم قال أنه بدأ يعمل عملية نعم تقنين تقنين أو تخفيض تخفيض نعم نعم يعني خفض الكمية خفض الجودة وكمان برضو اللجون لبعض الأطعمة من حاجات تانية نعم نعم البدائل يعني البدائل فبالتالي يا سيد الكريم فبالتالي فبالتالي لازم مثل طالبت بعض الجماعيات حقوقي قال لك لجب رفع ضريبة القيمة المضافة على كافة الأغذية أو الأغذية الرئيسية الخضروات الفواكل الخبز ومنتجاته الحبوط ومنتجاته البال بالضبط كل هذه المنتجات لجب يجب يجب إلغاء ضريبة عنها حتى فعليا تصير مجدية حتى فعليا يكافح هذا الغلاء بشكل حقيقي زيادة الأموال زيادة الأموال ليس بالضرورة أن يؤدي إلى إلى تراجع هذه الأرقام اللي هي مليون ونص وهذا فعلا بعيد وبأكد أنه هذا رقم محرج للنمسا جدا يعني 10 إلى 15% يشعرون طبعا هذا الأرقام كلها نسبية يعني ليست لا مش بالضبط يعني يمكن تكون الأرقام أكتر من هيك بكتير لا ده كمان يعني موضوع في نسبة كبيرة جدا طبعا دي امتنعت أو مش امتنعت أقلعت عن موضوع الأكل في المطاعم أو أنه لأنه هو مش لاقي يأكل في البيت فأكيد مش يروح يخرج ده بيأثر بطريقة أو بأخرى على موضوع الاقتصاد من ناحية تانية لأنه لما بيخرج بيستهلك والاستهلاك بيزود من العملية الاقتصادية ده اللي بي يعني بيضطر بعد المطاعم للإغلاق في مطاعم كتير جدا لما كافيهات كلها قفلت السبب أني أنت بيبا مكتوب عنده نظرا لارتفاع الأسعار زيادة قلة العمال لارتفاع الأسعار غريبة نسبة نسبة البطالة عالية جدا ولكن كل المؤسسات بتدور على عمال نعم يعني شيء ما فيش نسبة وتلاتة ما فيش ربط بين الاتنين بالمرة في حلقة بفقودة نعم في حلقات بيشوفوا حلقة طيب